سينما هي مئة بالمئة نعم نعم سينما هي مئة بالمئة كتحدثنا احنا شفنا في فيلم ثوري وهدنا على افلام ثورية وفيلم البئر اللي حاز على عدة جوائز دولية وعربية ننهنقوك عليها وهو عبارة عن فيلم ثوري لكن بنظرة مختلفة ومغيرة عن الافلام ثورية القديمة اللي اعتدنا شوفوها صح الفكرة جات قلنا بعد خمسين عام من استقلال هو الفيلم تنتج في اطار احتفال بخمسين عام لاستقلال الجزائر بعد خمسين عام قلنا احنا النظرة لازم تختلف ما نقعدوش في هذا الفيلم الثوري والفيلم اللي كم يقولوا البطل والي غلبه وكذا وكان واحد البطل ما تكلموش بزعفة عليه وما تكلمناش بزعفة عليه في الخمسين عام الأولى هو الشعب الجزائري دعانا ولا حتى هو ناضل بس احنا محبيش ان تكون نظرة كإنسان ولا كشخص ولا كبطل يعني محبيش تركز على شخص واحد هو القرية والقرية هذه عبارة عن الشعب الجزائري وما سرها ربما في ريال سر نجاح هذا الفيلم مقارنة بأفلام أخرى يعني سواء بنسبة لك أو بالنسبة لمقارنة بها لأفلام ثورية أخرى يعني أعام بعد ما مشينا في المعراجانات وشفنا الناس على برة والأجانب اللي شافوا الفيلم نظن حاجة تخرج من هذا الفيلم هي اللي تقدر تقول النجاح هي كيفاش خدمناها نوعية تقنية نحية تقنية هذه هي نظن عنده مكانته في أي بلد كتقنية ممتاز ولو أنه كان هناك تركيز على المرأة ونلاحظه أنه في المهراجانات العالمية وأنت مخرج وأدرى بأنه في كل مرة يتحدث العالم العربي مخرج عربي يتحدث عن قضايا مرأة يلقى صادة في الخارج كيف ترد على هذه اللي؟ هي لا هي نظرة نظرة كما يقول لك الغرب على الناحنا يا كنا ولكن الأفلام هذوك يجيبوا يعني السادة ويكون سيبهم منها على المرأة هما النظرة هذه البسيطة من الغرب ولكن احنا أنا في الفيلم هذا ما يش المرأة هناك فيه قضايا المرأة الطفل والأطفال فيه قضايا حرب فيه قضية حرب فيه قضية ماء يعني ما هي حرب المستقبل يعني فيه قضايا كثيرة ما نظنش هو تكلمنا على المرأة مشال فيه ما نظنش هذا هو الأمر والنظرة على المرأة في هذا الفيلم مايش نظرة اللي اعتدنا الأفلام ياخدوا يعني صادة في الخارج مايش نظرة اللي يمون فين شوفوا بها نظرة سهلة للغرب يحب يشوف المرأة العربية ولا المرأة الافريقية نعم ربما نتحدث عن فيلم البئر نتحدث عن الطالة الممثلية الفيلم يعني كيف تم اختيارهم حتى وانو شفنا مشاركة فرنسية للغو مغال اختيار كان بعض من الممثلين كنت معرفهم كما ظاهر بوزرار اللي نعب بالقاسم في الفيلم ناديا قاسي كنت معرفها مزمان يعني كان اختيار من اللي والعارف اللي هما ومن بعد الممثلين الفرنسيين لازم يكونوا فرنسيين يعني باش ما يكونوش باش تكون مصداقية في الفيلم باش ما يبانش تقدش تاخدي جزائري حتى اذا كان عنده عيني خضورات حابت لعبه نحبيت الناس هادوا قالوا يدعبوا معنا في السبعة ولا تسعة من الممثلين الفرنسيين عمرهم ما جاءوا للجزائر حبيت تكون هذه الصدمة تكون لهم كما كان هذا الفرنسي الصغير اللي عنده 18-19 عام دخل يجوز العسكر تاعوا في فرنسا وبعده الجزائر وصبروحوا هنا هنا كيقول هنا في الصحراء يعني يستخدم للملا نومون دي تاعوا وين بردو صغانا ولا بيرديور يسبروحوا في الصحراء هذا المابرة تاعوا لك الدهشة كنت حبيت تكون في عينين الممثلين بس تكون فيها مصداقية هذي قدرت كاستينغ في فرنسا مع واحد نعرفه هو اللي اختارهم لي وكان فيه اختيار ما كنش نعرف حتى واحد فيهم والاطفال كان عامل كبير معهم الاطفال كان كائن من اللغواط صبرنا في اللغواط وكائن من الجزائر من العاصمة كان عامل طويل هذا ما كان وانا نخير حاجة اللولة قبل ما تكون يلعب ما نحطش على اللي برونيرو والبوسكي ده كان الضغر الأول صعيب باش لوحدي ياخد وقت معاه ولكن الضغر التانية هذيك ناخد الناس قبل في وجههم في الحطة التحهم في الهيئة التحهم ومن بعد نعاو منهم يلعبوا باش يكون مصداقية سيد دطفي بوشوشي ربما فريل وأنت تتحدث عن مشاركة الممواثلين الفرنسيين يتناولوا قضايا الاستعمار يعني أمر ضد تقريبا الفرنسي كيف تعاملت مع الفنان الفرنسي وقناعته في الأخير هو حيق على السيناريو هيقول لك هل تحسنه هناك ذاتية تدخل في عمل الفنان أين ينتهي تنتهي شخصية الفنان في الأخير الفنان خاصة لوران مغايل هو اللي لعب الضور الأول في الرجال وهو اللي كان ديوتنا في الضورية الفرنسية تعالي العسكريين الفنان وهذا اللي همهان ما عندوش مشكلة حاجة اللولة اللي جلبتهم في سؤال تاكين جواب هو السيناريو كان مكتوب مليح كل الناس اللي قرأوا السيناريو حتى اللجنة اللي اختارت كل اللجنة قد عطت القرار تحب وهو الممثلين اللي قرأوا مشاو على السيناريو من بعد يعني كاين بزاق فرنسيين ما عندوش عقدة مع الجزائر ولا مع الوسرا في الجزائر وخاصة بعض منهم يحبوا يمثلوا أمر كما هذا موش يعني باش يسمحوا لا حاجة ولا يسمحوا ولا ينقصوا من العادل وشتيرت فرنسا ولا ولكن قضية عادلة تبعوا القضية والسيناريو عجبهم وحتى الشخصية اللي رح يتقلدها داخل السيناريو داخل الفيلم تعجبهم يعني ممثل كي يكون شخصيات قوية لأنه دائما نلاحظه أن هناك حساسية بين ما هو جزائري وما هو فرنسي خاصة في كتابة التاريخ صح ولكن كما يقولون داني دوستانس جاء هذه الثانية كيف كيف المشكلة العقدة بالعقدة يعني بين الجزائر وفرنسا مش رحت خلاص اليوم عارفين ولكن كان الناس لنيتهم صافية في فرنسا ومتفتحين يعني للحوار بطبع التاريخ كان يعني أمور ما تأست سينما للجزائرية كانت بأياد فرنسية ناس لي دعمت طبعا للثورة الجزائرية من أول كان هناك من فرنسيين الذين دعموا هذه الثورة صح ولكن عندما نخبي اسمحي لي بركنا عنا ما نخبي القاضية الجزائرية كانت عادلة وفرنسا كانت هي لدخلة الجزائر مش هندخلنا عندهم وعستعمرنا 130 عام ما فيهاش يعني واحد يغلط ولا ما يغلط باين قاضية مش كوني عنده الحق شو ما عندهش الحق حتى إذا كان نكون أجنب حتى إذا كان تكون فرنسي اليوم ما تقدرش تجي من جهة فرنسا تقول أن كان عندها الحق ربما من خلال إنتاج الفيلم ما هي ربما أسأل صدفتم عواقب أو مشاكل أثناء التصوير أنا كان عندي الحد بي كانوا اسموا الفرقة التقنية اللي كي بتكنيك تاعي كلهم جزائريين تكلم على أحمد طرنتيكين تكلم على الياس كل التقنيين في الصوت ولا في الأخر كانوا عاونوني كتر من اللازم كما يقولوا يعني ساندوني ورفدوني مش يغل عاونوني برك الأمر هذا يعني كان هو اللي خلاني نفوت نفوق قاعد المشاكل المشكل الكبير اللي كان عندي هو مشكل التمويل مشكل التمويل يعني كما يقولوا بالعربية تاعنا ذراهم ما لحقوش في وقتهم وخدمنا الفيلم يعني بلا ذراهم يعني قلوا حتى 15 يوم بعد ما كملنا الفيلم باش الأمور بدأت تتسجم وتما كوين قلت لك التقنيين جزائريين عاونوني يعني ما كان بزاف اللي ما قبلوا ما خلصوش حتى نخلاص الفيلم يعني صبروا مر صبروا وزادوا عاونوني يعني نحكي لك الأخير كي الحق للعيد فلوص لهم ما عليش نحاول كيفاش مع الانتاج نعطوكم حتى يلو كان أسبوع ولا جمعوا قاعدة جولية قلوا يشوف ما تكسش راسة كمال فيهم تاعتكم بعد سهل زي ما أنا حبيت ندير نجاست على سابر العيد اللي كان الحق وطلهم ما عليش نعطوكم يلو كان أسبوع واحد على ستة ولا سبعة كانوا خدموهم يعني هدو في أخير يحب السينما يعني كان هناك ناس عندهم شغف بالسينما تخليهم حتى بغضونا ضاع الجنب التجاري ولو أنه الميزانية مهمة جدا لاحظنا يعني منذ قليل بوكس أوفيس الأمريكي عندما تتوصل يعني تقريباً لمائة مليون دولار لبعض الميزانية بعض الأفلان هنا يصنع الفارق ربما مئة مليون دولار لو كانت رغمنا يعني نحن في الجزائر نقدر نديره على الأقل مئة فيلم مش واحد على الأقل ولكن مرناش في ما نقدرش نقاط نوروحنا هما عندهم بوكس أوفيس وعندهم يعني أموال تدخل وعندهم شعب وعندهم قاعات السينما وعندهم نعم ونحن نتحدث ربما عن نقائس التي ربما وقع السينما الجزائرية في الوقت الراهن يعني بنظراتك سيد لطفي بوشوشي كيفاش مع سمحي يعني أنت كيف شركتوف المشاكل اللي تعاني منها يعني السينما الجزائرية في وقت الراهن السينما الجزائرية أولا أولا وذكرت وقلت بني ما كاش قاعة سينما ما كاش قاعة وما كاش أمور وحده خلا راح نكون يعني أمتجو يغبك للأخر أنا أقول لك ما كاش سينما الجزائرية الوقت الحالي ما كان شي يعني العوام لي فاتوا هدو كانوا خرجنا فيها في الخمس سنة استقدال ومبعد في بالاك ممكن في 2011 مع تلمسان عاصمة التقافة أو لألفين وتسعة بناف هدو قاع سي ديزوكاسيون عندهش يعني تم ويندرنا أفلام تتنحي هذا في الفداتيك يعني اللي هو الفداتيك هو الفون اللي في السينما في الوزارة التقافة هو يعني اللي يمول ويسند السينما في الجزائر تحكمي الأفلام تعالى في الفداتيك كان ربعة ولا خمسة بلاك تخدموا لعشرة ولا ممكن على العوام اللي فاتوا هدو أغلبية الأفلام اللي تخدموا 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 يعني مناسبات يعني في المهرجانات فقط وكتكلمي على السينما نقدر رحو بعيد هو السينما هي اقتصاد قبل كل شي اقتصاد معناها الناس تدخل يعني تدخل القاعات يدخل دراهم ولا تتبع الأفلام في التلفازات والتلفازات التانية تسندوا وكان أمور كبيرة تخلي هذا الاقتصاد ما كان ما كانش إذا كان تحب تدخل السينما الوقت الحالي السينما هي مسندة من دولة والدولة قدهت عياد يعني العوام هذا العام هذا شفنا باللي العوام هذا العام اللي فاتوا هذا الزوج شفنا باللي يعني اسمه المدخولة المحروقات تبدأت تنقص ولا حاجة بدينا نزيره وين شخوني تقاس اللي أول هو التقاف بالطبع تيمن التقاف عامة مش سينما وخصة سينما خطر تطلب أموال كثيرة سهل يعني أسهل مش سهل أسهل تديري المصرح ولا تديري أي اسمه نقول والسينما هي الفن السابع والفن هو اللي يطلب أموال كثيرة بالطبع ربما فريال قبل أنك تطحي سؤال آخر هنا يعني عندما كنت كان فيه رأسي إلا مهرجان كان يعرف غياب لسينما الجزائرية ربما ربما الجائزة الوحيدة تقريبا تكره حامينة كيف فاز يعني في العديد من المهرجانات في مهرجان كان خلينا الآن نقارن نفسنا بدول عربية مصر شاركت بفيلم الاشتباك ولو أنه كان له بعد سياسي وغيره ممكن نكتعلقنا على المشاركة العربية في مهرجان لأنه جزائر اقتصرت فقط المشاركة ولم تتنافس مع باقي الأفلام كما قالوا كان ستخي بأكتكولي ما تقدريش تتقار لكان وعلى لاش ما كانش أفلام ولا حاجة كان بعد كان لوبي داخل كان لي ما يخليش بعض الأفلام خاصة الجزائري تروح لكان فيلم جزائري ده كان الحق لكان معناه كان فيه مساندة كان فيه لوبيين كان فيه أمور كتيرة قبل بيه الحق حتى إذا كان فيم شباب تبعته حتى إذا كان فيم عنده التقنيات اللي لازم عنده كل اللي لازم والبعد السياسي بسرح ما يمشيش إذا كان ما فيش يعني بترقع بأخرى تقول حتى في السينما تدخل السياسة يعني هناك دراسة لكل الأمور سياسة والوبيين فيها سياسة وفيها الأموال وكان معروفة يعني بهذا الأمور الأفلام الجزائري عندنا بزاف ما ممشات يعني أشبال كمبيتسيون أوفيسيال يعني بطب في السراع كما نحضر على كما قلون وشاركات كنزان 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 تعال لغاليزاتور هذو أمور يمشي على هامش كنزان نتكلم على كمبيتسيون أوفيسيال كمبيتسيون أوفيسيال صعيب على فيم الجزائري حتى إذا كان ونتكلم على لخضر حمينة محمد لخضر حمينة في ستة وسبعين إلى خمسة وسبعين يعني كان فيه مشاش بيخطهم تقريبا لكن لا مشانا خطهم لا مش خط يعني الوقت هذاك كان فيه إرادة من دولة الجزائرية ومساندة للفيلم ومتابعة للفيلم مشاو معاه مشاو معاه وساندوه هي صح الفين كان عنده التقنيات وكان عنده يعني تطلب بشي 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 إذا كان ما كانش فيه إرادة للجزائر الوقت لذاك والمساندة في الفين نظن ما يديش يعني نذكر بابا مشاهدين الأكارم أن فيلم البئر انتزع الجائزة الكبرى لأفضل فيلم طويل في مهرجان مسقطة السينمائي الدولي في جائزة الأولى الخنجر الذهبي كذلك توجه بالجائزة الكبرى للمهرجان الفيلم المغاربي بالمغرب نظر الحقنا فات في اسكندرية سبتمبلي فات واخد أربع جوائز الأولى جوائز الأولى جائزة أولى جائزة السيناريو جائزة أحسن تمثيل لناديا قاسي والسيناريو لمحمد ياسين باللحاج جائزة أحسن إخراج كان هذا في المصر والأول في اسكندرية في الاسكندرية هنا ربما نقطة سيدة لطفي لماذا المشارق يشتكوا من يعني يقولك باللحاجس السينما الجزائرية والمغاربية هي اللغة أو اللهجة في الأخير لاحظنا أنه نجح الفيلم باللغة الدرجة يعني لغة العامية وقدر يعني يفتك هذه الجوائز هو يعني التقنيات هو فيلم فيلم سينمائي والصحراء يعني إشكال ليس في اللهجة اللغة لغة سينما كأن نحن في الأخير نقولون لغة سينماتوغرافيك ولا لغة سينماتوغرافيك نضمن لغة سينما وحدة هي ما كانش بزاف لغة سورة ولا لغة سينما وحدة من بعد هذك الكلام كيفاش يتكلموا بالعربية الدرجة ولا بالعربية الفصحة ولا كذا هذك السيني كان فيه يصلح برك باش يعاون ولكن سورة هي اللي يتكلم موش للتكس ربما نجاح الفيلم كان في قصة بحديثتها أم الأبطال أم ماذا أنا نظن هو كل شي نجاح الفيلم جايح من الأول في الفكرة ثانيا لعمل محمد ياسين بالحاج في السيناريو يعني يختم كتب حاجة بكاش إنسان قرأ سيناريو معجبوش قبل ما نحقوا للفيلم نعم ومبعد كل العمل يعني اختيار الكاستينغ العمل مع الممثلين اختيار حتى الكاميرا اللي خدمنا بها يعني كل شي هذك 35 مليمتر لا لا عليكسا يعني نميريك عليكسا هذه من أحسن الكاميرات الحالية في العالم لا مخ سي معروفة يعني سي حديثة حديثة هي رأي في دو دي بس اخذوكم بالبعقل نرحون لحق والترواضي ولا حاجة ديك حالي دخل مدام رأنا في دو دي هذه الكلاسيك تاع السينيما هي من أحسن الكاميرات ونظن النجاح هو العمل كل يعني المتكامل نقدرون خدمنا مليح في كل وكل الناس اللي يخدموا معايا تانيت حتى الممثلين يعني يعطاوا حاجة كبيرة وكذا علاش خطر هم تان حبوا الفيلم حبوا سيناريو ويحبوا عملهم ويخدموا مليح وكل واحد يعطى رامني وكذلك شكرا لك سيد لطفي بوشوشي مخرج ومنتج الفيلم الفيلم البر الذي أحاز على جوائز عديدة في مهرجانات دولية شكرا لك على الحضور شكرا لك وفي هذا مشاهدين الأكارم نختم أولى موعدنا التقافية لنهار اليوم شكرا لكم